تضيق الأرض بآلاف النازحين المتشرين في مخيمات عشوائية في منطقة بزيبزة بعد أن هجرتهم الأعمال العسكرية من مناطق جرفة الصخر والعواسات منذ سنواته الخيام شققت، كرفنات ماكو، مكان ماكو، نفط ماكو، صوبات ماكو، رجع ماكو ناشدنا الرئيس الجديد رجعنا جدا معا جرفة الصخر حصريا خلاص ناسينا، تمام، الخيام شققت، مكان ماكو، يعني بريط بنا مطر، النام بالطين ملينة عندكنا مارت أحرق روحوا بالله يعني حيل ملينة خلاص، تعبنا، المنظمات بوق، ما تجي مساعدات، كلها بوق بوق خلاص ما يجي منظمات، كلهم حرامية الشلع قليع البارحة بالمطر، الله وكيلك جهالي، ظلوا واقفين للصبح، الخيام أدخل عليهم إحنا نطالب محمد شاء السوداني يطالب برجوع مناطقنا إحنا منطقتنا إيها إي منها تبعد كيلوين يعني إيها سآني منها أدحق على منطقتي، بس ما أقدر أرجع لها سمج بني على فصل الشتاء والمطر البارحة أذانا يعني المطر غرقنا غرق أبد يعني ما يتحمل إحنا لو أشوف الخيام مالتنا، وشوف الغذائية مالتنا، وشوف الملابس مالتنا كلها غرجت، فالناشد الحكومة العراقية أن تنظر إلينا ويحاول أبو محمد باستخدام بعض الوسائل البدائية عبر تجميع التراب حول الخيامة تحسبا لدخول مياه الأمطار إليها، فيزيد من معاناتهما والله جاينا ندفن بهاي الخيام، جاينا الشتاء والبريد، والمطر تجينا لغبر والطير الخيامة من فوقنا، ومناطقنا هاي وينها غريبة علينا وما جاي يرجعوننا لمناطقنا، شونه إذا نبني؟ ما جاي نعرف شونه إذا نبني؟ وصارنا اليوم عشر سنين، شونه إذا نبني إحنا لما نقاعدين جوها الرقع لا يفعى لا ينطلنا قطعة قاع، لا ينطلنا بيت نقعد به، لا يرجعوننا لمناطقنا يعني إحنا إذا نبني شونه ما جاي نفتهم؟ الخيام الرثة لم تستطع أن تحمل أطفال والنساء من هطول الأمطار الغزيرة التي أغرقتهم بمستقعات طينية، فتبلت ملابسهم وعشعش البرد في عظامهما ولم يتبقى لهم مكان يلجؤون إليها في ظل غياب شبه تام لمنظمات الإنسانية الدولية وصمت المجتمع الدولي عن ملف النازحين من مناطق جرف الصخر والعواسات عمر محسن قناة دجلة الفضائية محافظة الأنبارة محافظة الأنبارة محافظة الأنبارة